قصة أخرى وإلى أخبار التكنولوجيا قصتنا اليوم للملايين من محب تطبيق واتساب الذي يواصل طرح ميزات جديدة لتحسين تجربة المستقدمين فما الجديد يا ترى هذه المرة واتساب تلقى في الآوينة الأخيرة تعليقات إيجابية بعد طرحه خاصية كوميونيتي التي سهلت التواصل بين المجتمعات المتشابهة وبناء على التعليقات التطبيق واتساب يعمل حاليا على ميزة جديدة قيد التطوير تسمى النشرات الإخبارية وهي اسم مبدئي يمكن أن يتغير مع تفعيل الميزة وطرحها فعليا لكن ماذا تفعل هذه الخاصية؟ الخاصية خاصية النشرات الإخبارية ستمكنكم من متابعة أخبار الأشخاص المفضلين لديكم سياسيين مثلا المنظمات الرياضية الصحية وحتى المحالة التجارية التي تهتمون بها وتعد الخاصية طريقة لعرض المعلومات بدلا من تلقي هذه الرسائل عبر البريد الإلكتروني شخصيا أنا تعبت من هذه الرسائل التي تأتي في البريد الإلكتروني عموما ستجدون هذه الخاصية في قسم منفصل واختياري مثاح في علامة تبويب الحالة وبشكل منفصل عن قسم الدردش الخاصة هناك أمر آخر لابد أنكم وربما أنا أيضا قد تعرضنا يوما ما للحرج بسبب رسالة أرسلتموها وأعدتم النظر في محتواها بسبب خطأ مثلا إملائي أو لغوي ولم تتمكنوا من تعديلها لكنكم قريبا ستتمكنون من ذلك فواتساب تعمل على ميزة جديدة تسمى زر التحرير ستسمح لكم أخيرا بتعديل رسائلكم بعد 15 دقيقة من إرسالها طبعا حاليا لا يعرف موعد طرح هذه الميزة ومن غير المعروف أيضا إذا ما كان المتلقي سيحصل على تنبيه بما تم تعديله أم لا إن شاء الله لا يكون في فضايا يعني الواحد يعدل من غير مشاكل عموما لم تنتهي حزمة التعديلات الجديدة ومشاهدين فقد وجد التطبيق أيضا حلا لمنع المتطفلين والمحتالين من الاتصال بكم إذ تعمل الشركة على إضافة زر جديد يسمح للمستخدمين بحضر المكالمات غير المرغوبة فيها والتي تأتيكم من أرقام غير مسجلة وكما يظهر هنا في الصورة ستتمكنون من تفعيل الخاصية طبعا عبر النقر في هذا الزر على خيار منع المكالمات من الأرقام غير المعروفة ويشار إلى أن هذه الميزة قد تطلق في تحديث مستقبلي للتطبيق ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة جميعها طبعا الاشتراك في برنامج واتساب التجريبي في أندروي ترجمة نانسي قنقر